اشتركوا في القناة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي السيد أنطونيو جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة وقد ألقى سعادة وزير الخارجية في المؤتمر كلمة نقل فيها تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لهذا المؤتمر بالتوفيق والسداد في تحقيق أهدافه الإنسانية النبيلة معربا عن اعتزاز المملكة بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي ينعقد في مرحلة حارجة وظرف دقيق يستدعي رفع المعاناة عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في كامل القطع مؤكدا على ضرورة العمل الدولي الجماعي لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وقال سعدة وزير الخارجية إن مملكة البحرين بتوجيهات من جلالة الملك المعظم وحرص ومتابعة الحكومة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ملتزمة بدعم الجهود الإنسانية في غزة والدعوة إلى تنفيذ القرارات الدولية وتعزيز الدعم للمنظمات الإنسانية وتسهيل جهود الإغاثة المنسقة وأضاف سعدته أن المملكة ممثلة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قامت بالتعاون والتنسيق مع الأردن ومصر بتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين من الصراع في غزة وجدد سعدة وزير الخارجية تأكيد مملكة البحرين على الأهمية الحيوية لتحقيق تقدم سياسي ودبلوماسي لإنهاء الأزمة المتفاقمة في غزة وتأييدها لكافة الجهود الهادفة للوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز السلام في المنطقة ودعمها للمبادرة الأخيرة التي أعلنها فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقال الزياني إن مملكة البحرين تحص جميع الأطراف بما في ذلك حماس وإسرائيل على اغتنام الفرصة التي أتحتها هذه المبادرة من أجل السلام وإنهاء معاناة المدنيين باعتبارها لحظة محورية لوقف الصراع المدمر وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى أهالي القطاع المحاصرين وأوضح سعادة الوزير أن القمة العربية التي عقدت في البحرين في السادس عشر من مايو الماضي تبنت المبادرات التي تقدمت بها المملكة ومنها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والآمنة وذات السيادة القابلة للحياة وأن المملكة أعربت عن استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر وأضاف سعادة وزير الخارجية أن القادة العرب أيدوا كذلك مبادرات أخرى لدعم جهود الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة فضلا عن توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية بالتنسيق مع المنظمات الدولية للمتضررين من الصراعات وخاصة الصراع الدائرة في غزة وقال سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تناشد المجتمع الدولي للاستجابة لهذه الدعوات من أجل السلام ودعم هذه المبادرات الرامية لإيجاد حل سلمي في غزة داعيا الجميع للعمل معا بلا كلل من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع المفاوضات نحو السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة لصالح جميع شعوب المنطقة لصالح جميع شعوب المنطقة لصالح جميع شعوب المنطقة